استقبل عوض مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي السفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد بينهايم وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الشأن اليمني على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ومدن عنكاساتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع وأكد جهود المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق السلام ولفت عوض مجلس القيادة الرئاسية دكتور العليمي إلى تعالت الميليشيات الحوثية وإمعانها في إهدار فرص السلام الواحدة والأخرى دون مراعاة بسببها معاناة متفاقمة لأبناء الشعب اليمني وتطرق إلى خيارات الدولة في التعامل مع الاتهداءات الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية وكذا جهود التعامل مع التحديات المختلفة ناتجة عن التصعيد الحوثي مشيدا بالدعم البريطاني للمجلس الرئاسي والحكومة من أجل مواجهة التحديات العامة والتغلب عليها وأكد الدكتور عبدالله العليمي على تطلع مجلس القيادة الرئاسي لتقديم الأشقاء والأصدقاء المزيد من الدعم نظرا لحجم المعاناة الكبيرة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي في المجالات الإنسانية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية وكذا من أجل تحقيق التحسن والتعافي الاقتصادي ومن جانبه جدد السفير البريطاني تأكيد بلاده مواصلة دعمها للجهود الرئاسية والحكومية والشعب اليمني من أجل وضع حد لمعاناة المختلفة في البلاد والإسهام بدعم الاقتصاد والخدمات وكذا دعم جهود المجتمع الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم ترجمة نانسي قنقر